يا لبا حضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم الزمالك تعادل سلبيا خارج الارض امام سجرادة بدون اهداف الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفيدرالية الافريقية بص انا قبل ما اخش على الهواء شفت بعض جمعين نادي الزمالك كتير على سوشل ميديا زعلانة من الاداء وشايف انه كان المفروض الزمالك يخرج بانتصار النهاردة وشايفين انه الزمالك كان ممكن يعمل اداء افضل ارى بصراحة مش من هؤلاء القوم خالص الزمالك اللي من كام يوم شهرين كده مثلا كان بيخسر من ارتا سولار اللي هو اضعف كتير كمان من سجرادة اللي هو ضعيف برضو ساضعف منه وبيخش فيه هدف في القاهرة كمان من نفس الفرع ارتا سولار الزمالك اللي مكان صعوبة ما كان انه يسعد من دور المجموعات في اي بطولة افريقية سواء دور الابطال او الكونفدرالية فيه صعوبة دايما ان الزمالك بيواجهها في دور المجموعات لما الزمالك بعد اربع مباريات بيخسر نقطتين فقط يبقى عنده عشر نقاط ويضمن السعود لدور الثمانية قبل نهاية دور المجموعات بمباراتين انا شايف ده شيء يحسب لفرقة الزمالك للعب الزمالك لجهازهم الفني بقيدة كابتن معتمة جمال يحسب لإدارة نادي الزمالك نشيد ونساند وندعم حالة التحسن في تشكيلة نادي الزمالك وفي لعب نادي الزمالك عشان احنا من كام يوم كنا نتحدث عن ان الزمالك مباح للجميع وكأنها كان شعار الزمالك مباح للجميع اي فرقة في القرى الافريقية اي فرقة في مصر تستطيع وتقدر انها تباغت الزمالك تكسب الزمالك تقدم مباراة كبيرة قدام نادي الزمالك تكون ان الزمالك كان وراء اوي وتقدم خطوات او بعض خطوات قليلة فده شيء جيد جمهور الزمالك واخد على ايه واخد على انه وده طبيعة ومنطقة ان الزمالك تعالف انه الهندسة مش بس يكسب مش بس يصعد لا ده يقدم اداء رائع مش بس يكسب ده يعمل سكول في كل المباراة مش مقبول بس مش دلوقتي لسه الزمالك بيتعافى عارف انت مثلا لما يبقى واحد مريض كده على السرير فاول ما الدكتور يقول له ايه انت بدأت تتحسن فرح قايم لابس يدومه ونازل ضرب بسبرينتات جاري يا سيدي لا انت لسه بتتعافى الدكتور بيقول لك الحمد لله انت بقيت كويس كويس بتتحسن يعني فترة النقاها يعني فما تاخدش نفسك السبرينتات هتقع تاني صح مش تعرف اصلا تعملها فجمهور الزمالك عايز السبرينتات دي على طول دلوقتي لا الزمالك لسه بيتعافى واحدة واحدة ما زال الزمالك عنده كثير من النواقص في تشكلته ما زال الزمالك ما عندوش التوليفة السليمة 100% عشان يخوض بها مباريات قوية ما زال الزمالك يتحسس خطواته مع مديره الفني اللي مش معروف هو مؤقت ولا دائم نتكلم مع كابتن معتامة جمال فكلها ظروف مش منطقية ومش طبيعية ومش هي اللي بتطلع نتيجة المسلة بتطلع نتائج وده الاهم هتقول لها كريم وانت بس برضو مش شغلانتك تدعم نادي الزمالك يعني فيه اندية كتير في مصر يعني ندعم كل الاندية اللي في مصر خاصة الاندية اللي تمثل مصر في البطولات الافريقية خاصة نادي الزمالك اللي بيمر بظروف مش طبيعية ومنطقية صح صح اتمنى جمهور نادي الزمالك اتفهم ده الجمهور الواعي جدا الجمهور اللي دايما بيساند اللي دايما بيدعم اللي بيدعم في الضراء قبل السراء اللي بيدعم فيه النتائج السلبية ام لما بيدعم في النتائج الإيجابية ده جمهور الزمالك الاستثنائي في الحتة دي فلازم دلوقتي يدعم الزمالك وهو بياخد خطوات إيجابية لقدام بصراحة يعني ممكن أقول لك تمامين حاجة حصلت النهاردة في المباراة فرنية ممكن أقول لك إن الزمالك كان يقدر يكسب ممكن أقول لك الزمالك في بعض الأوقات بهدوء لعبيه كان ممكن يخسر بس الأهم إنه النهاردة خاد نقطة خارج الأرض وضمن الشعود للدور القادم ده بالنسبة للأهم الزمالك أول فريق مصري في دور المجموعات في البطلتين كونفدرالية وأفريقية يضمن الشعود لدور المجموعات برافو برافو العيم نادي الزمالك والجهاز الفني ومرة أخرى إدارة نادي الزمالك